إيهام الشارع العراقي بالتغيير وتبديل الوجوه بأخرى تنتمي لنفس الدائرة واستثمار الوقت وتعليل العراقيين بآمال زائفة هكذا لخص معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ماهية الانتخابات المبكرة في العراق مؤكداً أن الأحزاب ليس لديها نية في التغيير الحقيقي إضافة إلى غياب الأطر القانونية لهذه الانتخابات والأهم من ذلك استناد الانتخابات للمرجعية السياسية الفاسدة الممتدة حتى عام 2003 معوقات راهنة لإجراء انتخابات مبكرة وغياب للنزاهة وضبابية في قوانينها وهذا ما أكده عدد من النواب والشخصيات السياسية تلك أمور من حيث المبدأ جعلت عدداً من السياسيين وممثلي الكتل لا يقتنعون بهذه الانتخابات فكيف سيقتنع بها الشعب العراقي الرافض للعملية السياسية أصلاً وبالعودة إلى انتخابات عام 2018 يظهر جلياً حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات حيث بلغت أكثر من 80% وإن كان هذا الحال قبل انطلاق ثورة تشرين فما بعدها سيشهد مقاطعة شعبية شاملة للانتخابات قد تتجاوز 90% وتبقى محصورة بالأحزاب والمقربين منها مجنون اللي يطلع ينتخب لأن نفس الوجوه اللي دمرت البلد نفسها مع القيناة الصور باتهم المعضلة الكبرى التي لا تريد الأحزاب والكتل أن تفهمها أن الشعب العراقي فقد الثقة تماماً بالعملية السياسية وخصوصاً في ظل سطوة الدولة العميقة فبات الشباب يفكرون بالتغيير خارج الإطار المؤسسي كما أن الفهم الشعبي للدولة العميقة هو أن الميليشيات تسيطر على مركز القرار السياسي وبالتالي حتى لو أنتجت الانتخابات تغييرات في هيكل سلطة الحزب السياسي فإن الدولة العميقة ستستمر معادلة التغيير مستحيلة الحل داخل الصندوق السياسي الحالي ولا خلاصة إلا بالبحث عن حلول خارج هذا الصندوق المصنوع بشراكة إيرانية أمريكية